جدد رئيس مجلس الهزراء مصطفى مدبولي التأكيد على متوليه الدولة من اهتمام بمحور التحول الرقمي ومله من دور كبير في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات تأكيد جاء خلال متابعة مدبولي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار التحول الرقمي والتي من بينها مشروع مصر الرقمي وفي هذا الصدد وصلت عدد الخدمات الحكومية التي تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية إلى 45 خدمة حكومية فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة نحو 1.3 مليون مستخدم فيما وصل عدد الطلبات التي تم تسجيلها إلى 1.1 مليون طلب حتى الآن